سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تعبر عن مدى تطلعات سموه نحو بناء وعي ثقافي رياضي في المجتمع البحريني الذي يبدي تفاعله واهتمامه بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة له وأشار سموه إلى أن اليوم الرياضي يحمل في طياته أهدافا بعيدة المدى لا تتوقف عند ممارسة الرياضة بل تتعداها إلى تعزيز التلاحم وإبراز قيم المحبة والمودة بين الجميع بما في ذلك الأفراد والجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة التي توضح الشغف الكبير من أجل المشاركة في هذا الحدث البارز الذي سيستمد ليشمل كل مناطق المملكة في تظاهرة رياضية فريدة من نوعها وأضف سموه إلى أن اليوم الرياضي يؤصل ما تقوم به الرياضة من دورة أساسية ببناء الجسم والعقل السليم للإنسان القادر على الإنتاج والإبداع وبث الطاقة الإيجابية لديه للمساهمة في الارتقاء بكافة مكونات الحركة التنموية في المملكة موضحا أهمية بث ثقافة ممارسة الرياضة والتي لا يجب أن تقتصر على هذا اليوم فقط بل تمتد لتصبح أسلوب حياة ووسيلة لجعل المجتمع أكثر صحة وحيوية ونوه سموه بأهمية تنظيم الفعاليات المتميزة لتوصيل مفهوم اليوم الرياضي الوطني بوصفه يوما ذو صبغة وطنية تستثمر فيه الأنشطة على مختلف أنواعها لتدجيز وحدة التلاحم بين كافة شرائح وأطياف وفئات المجتمع لتعكس الألفة والانسجام بين جميع من يسكن على أرض البحرين للوصول إلى الأهداف التي وجد من أجلها اليوم الرياضي ووجه سموه المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ولجنة الأولمبية البحرينية باعتماد أولويات العمل في اليوم الرياضي عبر العديد من البرامج الرياضية التي تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع البحريني والعمل على تحقيق أهداف اليوم الرياضي الذي تتطلع القيادة الرشيدة منه إلى ترسيخ غايات شاملة تخدم كافة فئات المجتمع وتشجع الجميع على التحليب الطاقة الإيجابية التي تشكل مصدرا للإنتاج مشيرا إلى أن البرامج يجب أن تبرز المهارات الإبداعية للمشاركين في كافة المجالات المجتمعية والتثقيفية والحيوية والرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر